أعوذ بالله السلام علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والدعاء والقيام واجعلنا من أهل طاعتك يا منان واغفر لنا يا رحمن حياكم الله إخوة الإيمان في هذا اللقاء الإيماني ومع لقاء اليوم يا إخوة يا أحباب سنتحدث في هذا اللقاء عن مقياس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك يا مؤمن لو طرحنا سؤالا على الناس اليوم هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لك الجميع نعم نحب رسول الله لكن نقول لهم ما مقياس حبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعتبر أن الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمجرد النشير والمدحي النبوي والدعوة والكلام لكن نقول شيء مهم يا إخوة يا أحباب أن هناك شيء أعمق دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم على صدق حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فالذي يدعي حب محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطيع الحبيب صلى الله عليه وسلم ولهذا في هذا اللقاء دعونا إخوة الإيمان أن نقف على مقياس دقيق نسأل أنفسنا عن طريق هذا المقياس هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرض أنفسنا وأعمالنا على هذا المقياس الدقيق أول هذا المقياس دليل صدق حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع منهجه وطاعة أمره صلى الله عليه وسلم والابتعاد عما نهى فهذا الدين كله يا إخوة يا أحباب الدين هو دين اتباع لا دين ابتداء وهناك عشرات الآيات ليس عبثا القرآن الكريم يذكر لنا عشرات الآيات التي تأمر بطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتلزم المؤمن بطاعته ووجوب طاعته ليس عبثا هذه الآيات ثم بعد ذلك يأتي أناس يدعون إنكار السنة ويطعنون بالسنة ويطعنون بصحيح البخاري ويقولون نأخذ بالقرآن وحده ولا نأخذ بالسنة النبوية أين أنتم أيها الناس من قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أين أنتم من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أين أنتم من قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا عشرات الآيات يا إخوة عشرات الآيات في كتاب الله عز وجل تأمر بطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم اعرض نفسك يا مؤمن أيها الصائم يا حبيب الله ويا حبيب رسوله اعرض نفسك على هذا المقياس الدقيق هل تتبع منهج نبيك صلى الله عليه وسلم هل تتبع سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم هل تسير وفق منهجه صلى الله عليه وسلم أم كيف حالك مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نضرب كثير من الأمثلة على مواقف الصحابي مع طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن الكريم موضوع مثلا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مسجد الله الحرام عندما قال تعالى قد نرى تقلب وجيك في السماء فلنولينك قبلة أن ترضاه فاستجاب الصحابة رضو الله عليهم في حين المنافقون بدأوا يطعنون في اتباع في هذا التغيير واتباع القرآن الكريم واتباع هذه القبلة الجديدة وهي قبلة المسجد الحرام سيكون السفهاء من الناس لاحظ سماهم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب ولهذا هنا يظهر النفاق وهنا يظهر الإيمان بالاتباع باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم يظهر الإيمان الصادق وعدم الاتباع يظهر لنا النفاق موضوع تحريم الخمر واستجابة الصحابة رضو الله عليهم لتحريم الخمر على أنفسهم عندما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقال الصحابة انتهينا يا رب انتهينا يا رب فكسروا جرار الخمر حتى سال الخمر في أزقة المدينة المنورة استجابة لأمر الله وأمر رسوله عندما نزلت آيات الحجاب قوله تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن روى البخاري في صحيحه انظروا يا إخوة يا أباء يا أحباب نحن نتحدث عن استجابة الصحابة واتباعي وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل بآياته القرآنية عندما نزلت هذه الآية اسمع ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربنا بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها فسترنا الأذون والعنق ثم غطينا الجيب وهو مدخل أو فتحة الصدر كما ورد في التفسير وعمر بن الخطاب يعلمنا أن الدين دين ابتداء لا دين ابتداء عندما قبل الحجر أسود وقال يا أيها الحجر أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإحنا عند تقبيل الحجر أسود نحن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله قبل هذا الحجر لا نقبل غيره لأنه لم يارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالدين دين ابتداء لا دين ابتداء فمقياس حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ما تتبع من هذا الدين ما تتبع ما جاء به هذا النبي الكريم ولهذا الله أمرنا بالاستجاب لأمر الله وأمر رسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا لأمر الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجابتك يا مسلم لأمر الله وأمر رسوله هي حياة وأجمل حياة وأعظم حياة عندما تعيشوا في كنف حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن المعاصي والذنوب بعيد كل البعد عن عدم طاعته وعدم مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يا إخوة يا أحباب من مقياس حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم رضى الله ورضى رسوله على إرضاء الناس أحيانا يتعارض إما أن ترضي الله عز وجل ورسوله وإما أن ترضي الناس ماذا تقدم يا مؤمن؟ المؤمن الذي عمر الإيمان في قلبه يقدم رضى الله ورضى رسوله على رضى الناس ولهذا كثير من الناس يأتوا ويسأل ما حكم الفعل كذا نقول له قال صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ونذكر له الحديث النبوي يقول لك لا 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 هذا حديث ضعيف لا أريد حديث بل أريد آية من القرآن ويحكى يا رجل الله أكبر أين أين حب رسول الله في قلبك يا رجل هذا الرسول الذي لا ينطق عن الهوى وتقول ايتني بآية من القرآن ماذا تقول لهذه الآيات التي ذكرناها وما آتاكم الرسول فخذوه ماذا تقول لله عز وجل عندما يقول لك لماذا لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن تقدم رضى الله ورضى رسوله على رضى الناس والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لاحظ الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فالإيمان سبيل لإرضاء الله وإرضاء رسوله فكلما عمر هذا الإيمان في قلبك يا مؤمن قدمت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة الناس ولهذا في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس أرضى الله بسخط الناس كفاه الله يا الله كنت في حماية الله كنت مع الله كفاك الله شر الناس وشر ما يقولون وشر ما يتأمرون به عليك لأنك قدمت إرض الله من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط الله لاحظ العكس الآن ومن أسخط الله برضى الناس وكاله الله إلى الناس يلا تفضل خلي الناس يفدوك خلي الناس ينفعوك أرضيت الناس بدك تعمل عرس لابنك ومشيت وراء الموضة وشو بدهم الناس أعمل عرس وعمل غناء وعمل ركس وعمل كذا أرضيت الناس انتظر عكاب الله خلي الناس يفدوك يوم القيامة أنه بده ينكذك من عذاب الله عز وجل هذا المال الذي أصرفت به في قيام هذه الحفلات الماجنة حتى ترضي الناس وترضي العائلات وترضي أقاربك وأسخط الله بهذا الفعل فانتظر ماذا يقدمه الله لك يوم القيام وخلي الناس يفدوك يوم القيام يوم لا ينفعو مال ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم سليم من الشهوات ومن الشبهات في العقيدة وفي غيرها هذا مقياس حبنا لرسول الله مقياس حبك لرسول الله الاقتداء به في كل شؤون حياته سياسية اجتماعية أسارية اقتصادية مالية بتعاملك مع الكبار مع الصغار يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتك وهذا مصداق لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن أطلقها لم يخصص أسوة حسنة في إيش؟ في كل مناحي الحياة الإطلاق هنا يفيد التعميم يفيد كل شيء يجب أن يكون رسول الله لك مجال اقتدائك به في كل مناحي الحياة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الذي يتعلق قلبه بالله عز وجل وباليوم الآخر قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أي شيء آخر لا شخصيات وللأسف نحن الآن يا إخوة يا أحباب في زمان يعجز عنه الكلام هذا الزمان ليس فيه قدوات نحن الآن الأزمة الحقيقية أزمة قدوات بعض الفتيات قدواتها الراقصة والمغنية والشباب كذلك لعبة الكرات القدم والمغنيين ولعبة المصارعة هذه قدواتنا اليوم للأسف والله عز وجل يطلب منك يا مؤمن أن يكون قدوتك رسول الله وبعد ذلك نقول نحن نحب رسول الله فمقياس حبك لرسول الله هو اتباع منهجه وطاعة أمره والابتعاد عما نهى ثم تقديم رضا الله ورضا رسوله على رضا الناس عندما يتعارضون ثم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة نسأل الله عز وجل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء نسأل الله عز وجل أن يرزكنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كتابه الكريم بارك الله فيكم واجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله ومركار على كتابه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة